عبر الأقمار الصناعية من درعة مراسل أخبار الآن هناك في درعة وريفة محمد الحوراني يحدث معلوماتنا فيما يتعلق بهذا الموضوع ويخبرنا بتفاصيل هذه العمليات فضل محمد نعم ميسون كما ذكرت أن الفصال الجيش الحر في البادية السورية قد أعلنت عن معركة ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية التي تقدمت خلال أيام الماضية في منطقة شرق السويدة كما ذكرت منطقة سد الزلف والسلاسل بعمق 35 كم من مخيم الرقبان تبعد عن مخيم الرقبان قرابة 35 كم أيضا ومن جهة حدود التنف أيضا هذان النقطتان التي تقدمت لها الميليشيات الإيرانية تعتبران مركزان لعمليات التحالف الدولي بالتعاون مع الجيش الحرض التنظيم داعش في البادية السورية الميليشيات الإيرانية المدعومة والقوات النظام أيضا حاولت التقدم إلى هذه المناطق سابقا ولكن فبأت الفشل وجدير بالذكر هنا أنه قبل أيام تعرض رتل لهذه الميليشيات لضربة من قبل التحالف الدولي على أسطرات بغداد دمشق الذي يمر من البادية السورية جدير بالذكر ميسون أن هذه المنطقة كانت سابقا تقعد تحت سيطرة تنظيم داعش وقد تمكنت المعارضة من السيطرة عليها بعد معركة وسرجنا الجياد خلال الأشهر الماضية بعمق 150 كم من البادية الشامية ربما هذه المنطقة ستشهد صراعات إقليمية في الأيام القادمة ستكون شاهدة على معارك بين الجيش الحر والقوات الإيرانية والقوات النظام السوري وهناك أمبال لم نصلح لنا التأكد منها أن هناك قاعدة روسية قد بنيت على الحدود السورية الأردنية من جهة منطقة خربة عواد هذه المنطقة التي تقع على الحدود الإدارية ما بين محافظة السويدة ومحافظة درعة متوقع وفق حديثك دائما مع المسؤولين إلى أي مدى هم متحضرون لأي تصعيد وكما قلت متوقع صراعات واشتداد المعارك هناك خاصة نتحدث عن منطقة مهمة على الحدود ومهمة جدا هي لنظام الأسد وحلفائه حقيقة الأمر ميسون نتيجة اتصالاتنا مع مسؤولين عسكريين في الجيش الحر في منطقة البادية الشامية حدثون أنهم هم قادرون ويهيئون أنفسهم لمواجهة نظام الأسد في تلك المنطقة ولاسيما الميليشيات الإيرانية التي تحاول التقدم بدعم من التحالف الدولي كما ذكرت لك أننا سابقا التحالف الدولي التي افترأسها وأمريكا أرسلت تحذيرات لهذه الميليشيات بمنع التقدم بدجا هذه المنطقة التي تشهد معارك ضد تنظيم داعش في البادية الشامية وصول إلى الرقة وتدمر ودير الزور اليوم المعارضة في البادية الشامية هي أمام مواجهتين المواجهة الأولى ضد تنظيم داعش في البادية الشامية بالقرب من القلمون الشرقي ومنطقة حدود الإدارية لمدينة تدمر وأيضا في مواجهة قوات النظام الميليشيات الإيرانية التي تحاول التوسع شرق محافظة السويدة شكرا لك على كل هذه المعلومات من درعة مراسل الأخبار الآن في درعة وريفها محمد الحوراني شكرا لك